اشتركوا في القناة سوف ندرس الحرف الصوتي تابع معي عزيزي الطالب نمبر ون اي 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 كلاها تنطق اي اي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حاول قراءة الكلمات التالية ترجمة نانسي قنقر 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 لننتقل إلى الفقرة التالية نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ننتقل إلى الفقرة الثالثة رائع أمتاز أمتاز أحسنت عزيز الطالب أمتاز سيل سليب شيب پيچ كما لاحظنا أمتاز 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 ننتقل إلى الفقرة الثالية أمتاز 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 ما زي ما لاحظ أمتاز 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 شكرا لاحظ ن versión جيد PINE 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 PIE 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 Now listen and match words and pictures RICE PINE PIE 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 Now read the words with the partner سوف نتعلم هنا في الفقرة الثالثة أن I E تنطق I I كما نلاحظ هناك صيغتان لكتابة هذا الصوت الصيغة الأولى I E الصيغة الثانية I consonant E أي أن يأتي بعد حرف ال-I وقبل حرف ال-E حرف صامت سوف نقوم بإعادة المقطع أرجو منكم أعزائي الطلاب الاستماع listen to words with I and clever E and words with I E they make the same sound they make the same sound I I let's practice RICE RICE that's right PINE 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 and TIE TIE Now listen and match words and pictures الآن سوف نقوم عن زيزي الطالب بتوصيل الكلمات بالصور المناسبة لها let's try RICE 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 أرز PINE 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 ربط العنق لنقرأ هذه الكلمات مرة أخرى ربط العنق ربط العنق ربط العنق ربط العنق ربط العنق الآن لنذهب إلى نمبر أخرى لسن، سي، وماتش سوف نقوم بنفس التمرين ولكن مع حرف صوتي جديد A-I A-Y كما نلاحظ مع اختلاف الحروف إلى أن الحرفين لهما نفس الصوت Rain Play الصوت هو A أي لنستمع لنستمع rain train train good play play and day day play listen and match words and pictures الكلمات هي كما سمعنا rain rain train train play 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 day 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 Now match the words with the picture slow air rain 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 إكسلانت ترين 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 ممتاز أحسنت يا بني تع وأخفهم الحالب وأخفهم ترين 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 عمي ترين 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 دي إكسلنت لنذهب إلى نمبر 5 سوف نستمع للمحادثة حاول اختيار الإجابات الصحيحة مما هو موجود أمامك كم عمر نور أمامك من عمر نور أمامك مما هو مالوية ظب أمامك كم عمر نوره كم عمر أمامك بمعامك where do you live I live in Abha where did she say that she live excellent she lives in Abha do you have brothers or sisters yes I have two brothers and a sister how many brothers and sisters does she have excellent two brothers and one sister do you have a smartphone yes I do does she have a smartphone excellent yes she has do you have a computer yes I do does she have a computer yes she do how do you go to school I go by school bus how does she go to school by a taxi no by a school bus excellent good answers okay good make pairs ask your partner and get real answers now hi ask your friends about some information and write the answers here change to another friend ask him and write his answers here excellent let's go to the workbook لننتقل الى كتاب النشاط number one listen and scramble and write سوف نقرأ الكلمات ثم نقوم بترتيبها وكتابتها في الأسطور الموجودة أمامنا سوف أقوم بحل number one وأترك لكم الباقي تابع عزيزي الطالب وحاول أن تشاركني الحل الكلمات هي is can cheese can cheese eating سوف نقوم بترتيب الكلمات الآن تابع عزيزي الطالب كما تعلمنا في اللغة الإنجليزية the subject comes first الفعل يأتي أو الفاعل يأتي أولا كم كم كن ثم الفعل المساعد is ثم المضارع eating وآخيرا cheese موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة كن يتناول الجبن حاول عزيزي الطالب حل التمرين رقم اثنان وثلاثة واربعة على نفس الطريقة اقرأ ثم اكمل الكلمة سوف اقرأ الكلمات كاملة ثم اقوم بحل number one كمثال وأترك لك الباقي عزيزي الطالب تابع معي الكلمات سوف اقرأ في هذا الصباح day number one rice الحروفية i c e ممتاز حاول عزيزي الطالب حل بقي الكلمات باستعانة كتاب الطالب page 59 listen and read المطلوب منك هنا عزيزي الطالب تكوين محادثة مع أحد أصدقائك write your name and ask him about his name then how old is he في البداية اكتب اسمك ثم اسأل زميلك عن اسمه ثم ابدأ بالاسئلة العامة how old are you ثم اكتب عمره where does he live ثم اكتب مدينته التي يعيش فيها وأكمل على غرارها باقي الحوار هذا ونراكم في حلقة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة